ينظمون تدريبات غير مجدولة في البحر الأسود يبدو ببساطة أنهم لا يسمحون لنا بالاسترخاء حسناً ليعلموا أننا لا نسترخي روسيا لا تسترخي وتتعقب تدريبات حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود وينفذ طيرانها طلعات يومية لمرافقة طيران الناتو الاستراتيجي لطرده بعيداً عن المجال الجوي الروسي لعبة القط والفأر بين روسيا والأطلسي اقتربت من ذروتها الأمر الذي تطلب إبداع عقلانية لخفض مستوى التصايد الرئيس بوتين تلقف زمام المبادرة ودعا جنرالاته إلى عدم إجراء تدريبات عسكرية في البحر الأسود على الرغم من تحمسهم الشديد لها وذلك ليعطاء فرصة لتنكين المنطق السليم على منطق القوة لا شك أن بوتين لمس من تصريحات نظيره الأميركي الأخيرة عدم رغبة جو بايدن في المزيد من التصايد ولا سيما على مسار أزمة اللاجئين بين بيلاروسيا وجارتها وما يخدم الجنوح إلى تبريد الجباهات مبادرة مينسك إلى إيقاف استقبال المسافرين من مواطني بعض دول الشرق الأوسط والإعاز لخطوط الطيران البيلاروسية إلى الالتزام بذلك فورا بيلاروسيا تعمل أيضا على وضع خريطة طريق للخروج من أزمة اللاجئين على حدودها مع جارتها داعية في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى الحوار لإنجاح المبادرة مينسكا التي لوحت بإيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضيها تعول على دعم الحليف الروسي في إطلاق هذا الحوار ولم يكن من قبيل الصدفة أن ترسل روسيا فوجا من المظليين لإجراء تمارين عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا ليكون الحوار المزعوم معززا بالقوة وإذا استطاعت موسكو استيعاب الضغط عليها من البوابة البيلاروسية فإن معركة أوكرانيا ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات كذلك سد الثغرة البيلاروسية يفتح التسجيل لصالح روسيا في هذا الميزال الطويل سلام العبيد موسكو الميادين